بالتأكيد لازم نتكلم على الأول على الأهلي راجل كذبان بطولة وعامل إنجاز عظيم جيدا شفت الإنجاز ده إزاي طبعا مبروك للنادي الأهلي ودي حاجة مش جديدة عليه يعني النادي أهلي على طول مفرح الأهلوية ومفرح كرة مصرية أدى مباراة طبعا كانت مباراة قوية ومباراة صعبة جدا نتيجة المباراة الأولانية اللي أغبطت الدنيا بالهدف اللي جابوه وكان بنسبة 70 أو 80 برضو في المية عشان أبقى واضح معاك أن ناس كتير قالوا الأهلي يعني الوداد هياخدوا بطولة لكن قدر طبعا الأهلي بخبرته أنت كنت متوقع على الأهلي ياخدوا طولة أو لا بعد الجول يدخل في القناة يعني أنا آه طبعا متوقع على الأهلي في الظروف دي بيبقى حاجة تانية لكن المباراة كنت عارف أنها تبقى صعبة لأن انت عارف الجماهير للوداد وانت عارف الجو بيبقى مشحون إزاي وغير كده وكده هم برضو استدرجوا النادي أهلي في الشوت الأول قدروا يترون بره تركيزهم بين العصبية والنرفزة مع ضغط الجمهور قدروا يتماسك الشوت التانية وقدروا أنه يعرف هو عايز إيه من المباراة وقدروا أنه يرجع بالبطولة ومبروك طبعا لنادي الأهلي كنت متوقع كابتان أحمد لقى لا ياخدوا البطولة ولا كنت ألائم كنت ألائم يعني كان طبعا الأول حاجة مبروك طبعا لنادي الأهلي وجماهير ومجلس الدارته كان فيه بعد المباراة حالة من اليأسة عند اللعبة ودي كانت بينا في تمرين تاني يوم في الصورة كانت نزلة كان عليه معلول بصص في الأرض أكدنا خسران فدي وصلت للجمهور حالة من أنه قدروا خسرنا المباراة لكن طبعا لعبت الأهلي وميستر كولر أعتقد أنه كان عارف عايز إيم المتش النتيجة دي اتنين واحد هي نتيجة كويسة جدا لأن الوداد هم المضغوطين انت لازم حتى لو كازباني اتنين صفر في الديئة تسعين الأهلي كاب جون هو تعادل معك يعني هي النتيجة لو كانت تعادل مثلا اتنين اتنين اه اقول لك كويسة لكن هي مش كويسة للوداد الناس شايفة انها مش كويسة للوداد لكن توقيت الجون اللي اللي وداد جابه في الكاهرة هو اللي خلى الناس تعيس أن الوداد رجع للمرشتين صحية لكن طبعا يعني بحي لعبت الأهلي على رغم الضغط هناك بتاع جماهير لما الوداد ساجل هذا في الأول في النادي الأهلي في المغرب قلت البطولة راحت لا لا طبعا سيئة هي انت في المطش يعني انت واحد واحد تسعط اه بس لما الوداد جاب الجول في الأهلي كان الأهلي مش في حالة عظيمة يعني يعني مسلا البطولة بتاعت بتاعت الترجل انت خسر التلات اه اه انت باين انت مش حالتك وباين هم متفوقين عليك جابوا جون واتنين وتلاتة لكن انت واحد صفر انت في البطولة زي ما انت يعني يجون واحد بس تكسب البطولة فلسه عندك عمل حتى لو اتنين انت عندك عمل تتعادل وتلعب ضرب الجزاء فهي القصة بالنسبة لك هم اللي كانوا مضوطين اكتر هم كان لازم بعد الهدف فتحهم كان لازم يغطوا بهدف تاني و تالت لكن لا الاهل يعرف في تماسك وعرف انه هو عايز ايه من المباراة طبعا احلى لما في الهدف توقيته يعني الهدف ده لو كان جيه مثلا الهدفين في الشوت الاول الشوت الثاني كان يبقى ضرب نار لكن التوقيت اللي انت بتجيه في اخر عشر ده هدف قربك تحسبات الوداد ومدرب الوداد هو مش عارف يعمل ايه صح وبعد الهدف انت كنوك تجيب اتنين وثلاثة واربعة وقمسة صح خاصة ان الوداد واحدة من اهم مشاكل اللي بيتكلم عنها الاعلام المغربي دايما هو اللي اقل بدنية طب فانت جيبت في الجول وهو بيوع بدنيا كمان حتى مش يعرف هو مش الفرقة برضو الوداد برضو نطفك مش الفرقة اللي تخاف منها يعني لو كان النهائي اهلي وسان داونز كان بلاقي مختلف خلص بس الوداد وصل النهائي فلازم يبقى فرق كبير مش شرط توصل للنهائي تكون انت يعني ممكن ظروف تخدمك يعني الهلال السوداني لو كان لقدر اللي قطر تارح احرص ضربة الجزاء كان هيصعد الدور الباكية وممكن يكمل حظه يكمل مش شرط هو فرقة لو ده طبعا اللي هم الهلال اليوم احترامهم بس مش الفرقة قوية اللي هتكمل يعني مش تكمل على الاهلي وتكمل على الفرقة اللي كان موجودة في المجموعة لكن انت ممكن ظروف تخدمك ان توصل النهائي